اشتركوا في القناة والفريق أسامى عستر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من رجال الدولة وكان الفقيد الراحل قد شغل العديد من المناصب والوظائف كان أبرزها رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة سابقاً وصولاً إلى منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر